الموضوعات المقررة علينا ترتبط بموضوع اسمه إدارة الفشل المالي الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة هم موضوعين الموضوع الأولاني مفاهيم مختلفة للفشل المالي التعرف على المفاهيم المختلفة للفشل المالي الحاجة التانية المخاطرة المالية وعلاقتها بالإفلاس وقيمة المنشاة المخاطرة المالية وعلاقتها بالإفلاس وقيمة المنشاة المحاضرة دي ان شاء الله تتعلق بموضوعين أول حاجة يعني إيه الفشل المالي وإيه المفاهيم المختلفة للفشل المالي معنى الفشل المالي والمفاهيم المختلفة لهذا الفشل بعد كده الموضوع التاني في حالة الحصول على كروه هل يؤدي ذلك بالضرورة إلى إفلاس المنشأة أو الحصول على القروب هل يؤدي إلى زيادة في المنشأة ولا لا يبعزين ندرس العلاقة بين المخاطرة المالية الناشئة من الابتراض وعلاقتها بكل من الإفلاس وقيمة المنشأة أول حاجة عايزين نعرف المفاهيم المختلفة هي الفشل المالية الفشل قد يكون فشل اقتصادي أو فشل أعمال أو ممكن يكون عصر مالي فني أو عصر مالي حقيقي طب نشوف فشل اقتصادي الفشل الاقتصادي ده الحالة اللي الشركة بتجيب عائد على الاستثمار من تكلفة الأمور المنشأة بتحصل على مصادر تمويل كل مصدر من مصادر تمويل له تكلفة يبقى دي اسمها تكلفة الأموال تكلفة الأموال دي بتمثل الحد الأدنى من العائد على الاستثمار الواجب تحقيقه طب المنشأة إذا جابت عائد أقل من تكلفة الأموال يبقى في هذه الحالة بنسمي ده الفشل الاقتصادي هي الحالة اللي فيها المنشأة تحقق عائد أقل من تكلفة الأموال أما فشل الأعمال فهو الحالة اللي بتتوقف فيها أعمال المنشأة وبتكون بعد كده تخش في مرحلة التصفية في عندنا نوعين من العصر المالي في عصر مالي فني وعصر مالي حقيقي كلمة عصر مالي فني ده هالة موقعة أو عجز مؤقت في السيولة عجز مؤقت في السيولة يعني إيه؟ يعني الأصول المتدولة اللي عندي لا تكفي لتغطية الالتزامات العجلة يبقى عندي أصول متدولة هذه الأصول المتدولة لا تكفي لسداد الالتزامات العجلة يعني صاف رأس المال للعامل هيكون سالح يبقى في الحالة ده دي بنسميها عصر مالي فني أما العصر المالي الحقيقي أن المنشأة تحقق قيمة هذه القيمة أقل من القيمة الدفترية للأصول يعني عندي أصول مثلا ميت جنيه ميت جنيه لما أجيب القيمة الحقيقية لهذه الوصول أو القيمة السوقية لهذه الوصول هذه القيمة الحقيقية لا تتعدى الميت جنيه تكون أقل من ميت جنيه يبقى المنشأة بتستسمر ميت جنيه ولكن عائد الاستثمار أو قيمة هذا الاستثمار لا تتعدى الميت جنيه يعني باخذ من أصحاب الأموال الميت جنيه بشغلهم بيحققوا قيمة أهل من الميت جنيه دي اسمها عسر مالي حقيق هنا عندنا بيانات عن منشآتين سين وصاب مديني بعض البيانات البيانات اللي عندي دي زي ما شفنا في المحاضرة الأولانية بالكلية لازم نتعرف على أول حاجة قيمة المركز المالي وعلى قيمة الداخل البيانات اللي عندي دي أغلب هذه البيانات تتعلق بقائمة المركز المالي حق الملكية دوه عبارة عن الجانب يمثل الجانب أو بتوجد في الجانب الشمال من الميزانية اللي هي حقوق الملكية طب الوصول السابتة الوصول السابتة دي بتكون في المين في جانب الوصول اسمها وصول سابت القيمة السوقية للوصول ديت ما بتكونش موجودة فيها الميزانية لأن الميزانية عندي أو قيمة المركز المالي بتكون بالقيم الدفترية وليس بالقيم السوقية أما الالتزامات المتدولة فده في الجانب الشمال من الميزانية والالتزامات طويلة الأجل في الجانب أيضا الشمال من الميزانية الوصول المتدولة دي موجودة في اليمين يبقى في اليمين عندي عندي أصول سابتة وأصول متدولة في الشمال عندي حق ملكية وعندي التزامات متدولة والتزامات طويلة أما القيمة السوقية فلا يتم تسجيلها في القوائم المالية القوائم المالية تتعامل مع قيم الدفترية أول مفهوم من مفاهيم اليسر المال الفني اليسر المال الفني بنقسه عن طريق حاجة اسمها أصافي رأس المال العامل أصافي رأس المال العامل عبارة عن أصول متدولة مايز التزامات متدولة أصول متدولة مايز التزامات متدولة المنشأة سين عندها أصول متدولة 100 وعليها التزامات متدولة 60 يبقى أصافي رأس المال العامل 40 المنشأة صاد صافة رأس المال العامل عندها 60 يبقى نقدر نقول أن المنشأة سين والمنشأة صاد عندها يسر مالي فني يعني يسر مالي فني أن الأصول المتدولة تكفي لتغطية الالتزامات المتدولة ويتبقى عندي جزء ويتبقى عندي فائد هذا الفائد يمكن استخدامه في تشغيل الأصول السابقة كل من المنشأتين تتمتع بيسر مالي فني اليسر المالي الحقيقي عبارة عن ده مؤشر أو نسبة مقاوية النسبة المقاوية بجيبها إزاي؟ بأس من القيمة السوقية للأصول على القيمة الدفترية للأصول القيمة السوقية للأصول معطاة موجودة عندي معطاة أما بالنسبة للقيمة الدفترية للأصول فإنت لو جمعت حضرتك لو جمعت الأصول السابقة زائد الأصول المتدولة هتديني القيمة الدفترية للأصول أو لو جمعت الجانب الشمال من الميزانية الجانب الشمال من الميزانية اللي هي عبارة عن الحق الملكية والالتزامات المتدولة والالتزامات الطويلة تجمعهم هم نفسهم المجموع بتاع القيمة الدفترية للأصول يبقى القيمة الدفترية للأصول عبارة عن الوصول السابقة زائد الأصول المتدولة من الجانب اليمين أو نقدر نجيبها من الجانب الشمال اللي هي عبارة عن حق الملكية والالتزامات طويلة والالتزامات متدولة فالقيمة بالنسبة للمنشأة سين لو أسمنا القيمة السوقية للأصول على القيمة الدفترية للأصول وضربنا 100 طلعت 75% أما المنشأة سين فهي النسبة 150% أول حاجة المفترض نظريا أننا كل الجنين بستثمروا المفروض بيجيب لي قيمة أكبر من الجنين يعني المفروض أن القيمة السوقية للأصول تكون أكبر من قيمتها الدفترية حتى نقدر نقول أن المنشأة دي عندها يسر مالي حقيقي طب بصي للمنشأة سين هتلاقي المنشأة سين 75% يعني كل 100 جنيه بستثمرهم بجبول قيمة تعادل 75% يبقى إذن المنشأة دي في حالة عسر مالي حقيقي عسر مالي حقيقي يعني المنشأة دي عرضة للتصفية ليه عرضة للتصفية؟ لو استمر هذا الوضع كده يبقى هذه المنشأة لا تحقق أي عقد اقتصادي يبقى بتجيب عقد أهل من تكلفة الأموال يبقى هذه المنشأة معرضة للتصفية وموضوع التصفية هنشوفه بعد كده في مرحلة قادمة إن شاء الله أو محاضرة قادمة أما المنشأة صاد فعندها نسبة 150% يعني هي بتاخد جنيه بتشغله بقيمة تعادل جنيه ونص كل 100 جنيه قيمتهم الاقتصادية 150 جنيه يبقى المنشأة دي في حالة يسر مالي حقيقي هنا هندرس تأثير الاقتصاد اعتماد المنشأة في التمويل على القروض بدلا من الاعتماد في التمويل على الأموال المملوكة قد يؤدي إلى إفلاس الشركة من هنا نقدر نقول أن هناك مخاطر مالية ناتجة عن الاقتراض هذه المخاطر المالية ناشئة عن أن المنشأة هناما تقرر الاعتماد في التمويل على القروض فهي تلزم نفسها بسداد فوائد سبتة مع سداد أصل القرد وفي حالة أو في الحالات الاقتصادية السيئة قد لا تستطيع المنشأة الالتزام بتعهدتها تجاه المقرد يعني ما تقدرش تسدد الفوائد أو تتأخر في سداد الفوائد وأقصاد القرد يبقى في هذه الحالة قد يؤدي الأمر إلى إفلاس المنشأة في الحالات الاقتصادية السيئة جدا يبقى إذن نقدر نقول أن هناك مخاطر ناشئة من الاعتماد في التمويل على القروض يطلق عليها مخاطر مالية طب إذا كانت المخاطر إذا كان الاعتماد في التمويل له مخاطر مالية طب ليه بأخذ قروض أنا بأخذ قروض في حقيقة الأمر لسببين كنين السبب الأولاني أن القروض أو الاقتراض يعتبر مصدر تمويل رخيص يعني سعر الفايدة اللي بيطلوب البنك ده أقل عائد تتحمله المنشأة أما لو مولنا عن طريق أموال مملوكة يبقى في الحالة دي معدل لعائد المطلوب من أصحاب الشركة هيكون كبير أكبر من سعر الفايدة على القروض يبقى أنا المنشأة بتقرر الاعتماد على القروض لأن القروض تعتبر مصدر تمويل رخيص دي حاجة الحاجة التانية وهي دي الميزة المهمة وهي دي اللي احنا عايزين ندرسها أن الاعتماد على القروض يحقق للمنشأة ميزة ضريبية إيه الميزة الضريبية للإقتراض دي إن الفايد يتم دفعها قبل دفع الضريب يبقى المنشأة المقتردة بتلتزم بسداد فايد الفايد دي بخصمها من وعاء الضريب إذن المنشأة المقتردة تدفع ضرائب أقل من المنشأة غير المقتردة يبقى في الحالة دي بينشأ عني بينشأ عندي ما يسمى بالوفر الضريب للفايد إذن نلخص الموضوع الاقتراض له مخاطر مالية إيه المخاطر مالية؟ احتمال إفلاس المنشأة يبقى إذن الاقتراض قد يؤدي إلى إفلاس المنشأة وخاصة في الحالات الاقتصادية السيئة الحالات الاقتصادية لمقدرش أسدد فيها الفوائد وأصل القلب آدي المخاطر المالية لكن من ناحية تانية الاقتراض له ميزة أنه مصدر تمويل رخيص وبيحق للمنشأة ما يسمى بالوفر الضريبي إذن نحن في حقيقة الأمر إحنا عايزين نشوف أثر الاقتراض من ناحية على احتمال الإفلاس ومن ناحية أخرى عايزين نشوف الأثر الإيجابي ليه وهو الوفر الضريبي للفوائد يبقى القروض لها ميزة ولها عيب الميزة بتاع القروض الوفر الضريبي للفوائد أما العيب بتاع الاقتراض هو احتمال الإفلاس وهو ده الموضوع اللي إحنا عايزين ندرسه إحنا عايزين ندرس أثر الاقتراض على قيمة المنشأة والاقتراض هيؤدي إلى تأثيرين على قيمة المنشأة تأثير إيجابي يتمثل في الميزة الضريبية اللي هي الإعفاء الضريبي للفوائد والأثر السلبي اللي هو الأثر على احتمال الإفلاس المنشأة عندما تقرر الاعتماد فيه التمويل على القروض حقيقة الأمر زي ما أوضحنا أن الأمر هنا بيرتبط بوجود تأثيرين للاقتراض على قيمة المنشأة الاتجاه الأول هو احتمال الإفلاس ولو المنشأة هتفلس فعلا نتيجة عدم القدرة على سداد القرد والفوائد يبقى الإفلاس ده هيتم بتكلفة هنقدر نسميها أو هنعرف أنها اسمها تكلفة الإفلاس الحاجة التانية لما باخد القروض لها ميزة أنها بتوفر فيها الضريب يبقى في الحالة دي عايزين نشوف أثر الوفر الضريبي على قيمة المنشأة يبقى إحنا بندرس تأثير الإفتراض من ناحية على الإفلاس من ناحية تانية على الوفر الضريبي للفوائد طبعا إحنا عايزين ناخد قرار اللي أول حاجة بيعظم الأثر الضريبي للفوائد وبيقلل من الأثر السلبي للإفتراض إيه الأثر الإيجابي للقروض هو الوفر الضريبي إيه الأثر السلبي للإفتراض هو احتمال الإفلاس يبقى إحنا عايزين نوازن ما بين حاجتين الحاجة الأولانية اللي هو المزايا اللي بحصل عليها من الإفتراض هي الوفر الضريبي للفوائد الحاجة التانية الجزء السلبي من الإفتراض هو احتمال الإفلاس إحنا وضحنا أن هناك احتمال الإفلاس الشركة نتيجة الإفتراض لو أنا خدت قرار ولم أستطع الارتزام بسداد الفوائد وأصل القرار يبقى في حالة دي قد تتعرض المتشاة لمخاطر الإفلاس فيه نظام معروف اسمه التأمين ضد المخاطر المالية أو التأمين ضد مخاطر الإفلاس هذا نظام غير موجود في مصر شركة التأمين طبعا ممكن تأمن ضد مخاطر الإفلاس تأمن على أن الشركة التي لا تستطيع سداد القرار والفوائد يعني احتمال وجود إفلاس أن شركة التأمين هي التي تعهد بسداد هذا القرار أو سداد القرار والفوائد وطبعا تجنب أو تأمين ضد مخاطر الإفلاس لن يكون مجانا سوف تتحمل الشركة بتكاليف نقدر نسميها تكاليف تجنب الإفلاس فالقروط كما نرى لها مزايا لها ميزة مهمة جدا وهي أن الالكتراض يحقق لأن نشأ ميزة ضريبية وهي ما يسمى بالوفر الضريبي للفوائد ولكن لها تكاليف هذه التكاليف قد تؤدي بنا إلى إفلاس الشركة يعني قد لا تستطيع الشركة لأسباب عجز في السيولة إن هي تسدد القرار والفوائد في الموعيد المخدامة وقد تصل الأمر بالمنشأة إلى إعلان إفلاسها في حالة عدم القدرة التامة على سداد القرار والفوائد يبقى في الحالة دي في الحالة دي الاقتراض بالميزة بتاعته اللي هي الوفر الضريبي قد تتلاشى هذه الميزة في حالة عدم قدرة المنشأة على سداد القرار والفوائد يبقى أنا هنا عايز أوصل إلى العلاقة أو إلى وضع الأمثل أو الوضع الأمثل اللي بيخلي تأثير القرار على قيمة المنشأة عند حدها الأقصى يعني عايز أوصل إلى أقصى قيمة للمنشأة طبعا للوصول إلى أقصى قيمة للمنشأة دي مع القرار لها ميزة اللي هي الوفر الضريبي هذا الوفر الضريبي هيؤدي إلى زيادة في قيمة المنشأة لها عيب والعيب ده يتمثل في احتمال الإفلاس واحتمال الإفلاس يؤدي إلى انخفاض قيمة المنشأة بالإضافة إلى ذلك أيضا فيه حاجة مهمة جدا وأن المنشأة المقتردة كلما زادت نسبة القروض كلما زادت سعر الفايد يبقى إذن عندي هنا ثلاث حاجات متضربين الحاجة الأولانية الميزة ضربية لإلكتراط الحاجة التانية الأثر السلبي لإلكتراط الحاجة التالتة إن مع زيادة القروض بيزيد الوفر الضريبي من نحية وبيزيد احتمال الإفلاس من نحية ده بسبب إيه؟ بسبب كمان حاجة تالتة مشتركة ما بينهم اللي هي زيادة معدل العائد المطلوب أو زيادة سعر الفايدة اللي تطلبه المنشآت المالية لمنح مزيدا من القروض الرسمة المعانا دي هي اللي بتشرح الجزء أو بتوضح الجزء اللي احنا شرحناه أدى كده أول حاجة هنا بتوضح لي العلاقة بين الرفع المالية اللي هي نسبة القروض والقيمة السوقية للمنشآت الخط الأفقي ده عن دقاف ميم خط أفق يهو موازي للمحور الأفق يهو الخط اللي فوق ده اللي عندي قاف ميم ده هو قيمة المنشآة غير المقترد قيمة المنشآة اللي ما فيهاش كروض خالص أما تأثير الاقتراض على قيمة المنشآة فهنا عندي حاجتين اتنين أول حاجة فيه تأثير إيجابي هذا التأثير الإيجابي هو الخط المستقيم الخط المستقيم اللي بيبدأ من قاف ميم ده اللي يبدأ من قاف ميم إلى قاف دال فوق أي عندهم الخط المستقيم ده هو ده الميزة الضريبية للفوائد يبقى الفوائد لها ميزة ضريبية الميزة دي الوفر الضريبي للفوائد الوفر الضريبي للفوائد يؤدي إلى زيادة قيمة المنشآة قادي الزيادة في قيمة المنشآة نتيجة زيادة الرفع المالية يبقى كل ما زود نسبة القروض كل ما قيمة المنشآة بتزيد بسبب الوفر الضريبي الجزء الثاني اللي هي المهنة المالية أو التأثير السلبي للاقتراض على قيمة المنشآة عند الوصول إلى مستوى معين قد لا تستطيع المنشآة سداد القرد والفوائد من هنا قد تتعرض المنشآة للمحنة المالية وهي احتمال إفلاس المنشآة يبقى هنا فيه بعد الوصول إلى مستوى معين ماشي كده بتنشأ ما يسمى بتكاليف المحنة المالية تكاليف الإفلاس تكاليف عدم القدرة على سداد القرد والفوائد هذه التكاليف تؤدي إلى انخفاض بيمة المنشآة يبقى أنا عندي هنا حكتين إلى مزيدا من المزايا الضريبية أو مزيدا من الزيادة في قيمة المنشآة نتيجة المزايا الضريبية ولكن مع زيادة القروض أو الرفع المالية أيضا تنشأ الأثر السلبي للإقتراض على قيمة المنشآة إذا في الحالة دي أنا لازم أوازن ما بين حكتين الحاجة الأولانية أخلي الميزة المرتبطة بالقروض وهي الوفر الضريبي عند حدها الأقص وتاني حاجة أخلي العيب المرتبط بالقروض العيب المرتبط بالاقتراض وهو احتمال الإفلاس عند الحد الأدنى يبقى لازم هنا أوصل لي توازن ما بين أول حاجة المزايا الضريبية من ناحية واللي هو احتمال الإفلاس من ناحية أخرى يبقى أنا عايزة أوصل إلى قمة التأثير أو قمة أو أقصى ما تبلغه أو أقصى ما تصل إلي قيمة المنشأة نتيبة الابتراض هو ده اللي عايزة أوصله أقصى نقطة لتعظيم أصل الابتراض على قيمة المنشأة يمكن تلخيص الشكل السابق في المعادلة الآياتين المعادلة ده بتقول لي إن قيمة المنشأة اللي هي قاف بتساوي قيمة منشأة غير مقترضة يعني منشأة ممولة بمئة في المئة من الأموال المملوكة اللي هي قاف ألف كمم دي أما قاف ح يعني القيمة الحالية فيه ضاب يعني للوفر الضريبي للفوائد يبقى هجيب القيمة الحالية للوفر الضريبي للفوائد وهنشت بعد كده كيف يتم إيجاد الوفر الضريبي وكيف يتم إيجاد قيمته الحالية الجزء الأخير من المعادلة هو قفحة القيمة الحالية لحهلام يعني المحنة المالية يبقى هنجيب هنا أول حاجة نجيب تكاليف المحنة المالية بعد كده نجيب القيمة الحالية لهذه التكاليف يبقى إذا أثر الابتراض على قيمة المنشأة عندي قيمة المنشأة غير مقتردة بضيف عليها الميزة الناشئة من الابتراض وبطرح منها اللعيب الناشئ عن الابتراض الميزة النشئة من الاقتراض هو الوفر الضريب بجيب القيمة الحالية للوفر الضريبي للفوايد أما العيب المتبط بالاقتراض فهو تكاليف المحنة المالية فهو بجيب القيمة الحالية لتكاليف المحنة المالية ولو عندي عدة بدائل تمولية هيبقى عندي آثار مختلفة للوفر الضريبي وأثار مختلفة لتكاليف الفلاس يعني عندي بديل تمويله ، وبديل تمويل به وبديل تمويله. ياجن بحث بالمعادله الدول للبدائل التمويلية المختلفة حتى يتم الوصول إلى المعادلة التي هي جيدة اللحظة الانون المعتردية منarrه غير شكلها بعيداً للapan. هي المشكلة كيف يتم التعامل مع أثر الاقتراض على قيمة المتشاكل احنا قلنا الاقتراض لها حاجتين أول حاجة لها مزايا هي الوفر الضريبي للفوائد ولها عيوب هي احتمال تعرض الشركة للإفلاد تعالوا نشوف إزاي هنتعامل مع الجزء الإيجابي لأثر الاقتراض أول حاجة الوفر الضريبي أي وفر ضريبي بيجيبه إزاي بضرب المصروف في الضريب يبقى أي وفر ضريبي الإيجار أو الوجور أو مصاريف الصيانة أو قسط اللي هو أو قسط الإيجار أو هنا عندي في الحالة دي الفوائد ما الفوائد دي مصروف طالما مصروف يبقى بتجيب لي وفر ضريبي الوفر الضريبي بتوصل إليه إزاي بضرب مدفوعات الفايدة اللي هي المصروف في معدل الضريب بعد كده بجيب القيمة الحالية الوفر الضريبي إزاي بفترض أن المنشأة مستمرة إلى مالة نهاية يبقى في الحالة دي كيف يتم إيجاد الوفر الضريبي لمنشأة مستمرة إلى مالة نهاية بأسم الوفر الضريبي ده على سعر الفايدة بعبارة عن القيمة الحالية للوفر الضريبي للفوائد طب تعالوا نشوف الجزء التالي من المعادلة هو تكاليف المحنة المالية تكاليف المحنة المالية هنستعيد عنها بمصطلح اسمه تكاليف الإفلاس تكاليف الإفلاس بجيبها إزاي تكاليف الإفلاس عبارة عن بجيبها إزاي هي عبارة عن قسط التأمين قسط التأمين ده مصروف المصروف ده بيحقق الوفر الضريبي يبقى لازم أجيب قسط التأمين بعد ما أشيل منه الوفر الضريبي يبقى قسط التأمين أشيل منه الوفر الضريبي يعني هضربه فيه مكمل نسبة الضريبة واحد نقص معدل الضريبة دي مكمل نسبة الضريبة واضربه فيه احتمال الافلاس لأن نخلي بأن كل ما يزيد الاضطراب كل ما احتمال الافلاس عايز يزيد كل ما تكاليف الافلاس يزيد بعد كده توصلت إلى تكاليف أو تكلفة الافلاس أقدر أجيب القيمة الحالية لتكاليف الافلاس القيمة الحالية لتكاليف الافلاس باختصار زي ما شفنا في المعادلة اللي فوق إحنا أسمنا الوفر الضريب على سعر 5 عشان نجيب القيمة الحالية الوفر الضريب هنا هنقسم تكلفة الإفلاس على سعر الفايدة أيضا عشان نجيب القيمة الحالية للمحنة المالية أو القيمة الحالية لتكلفة هنأرج مثال يوضح بالأرقام التأثير المزدوج للإفتراض على قيمة الشركة ونقصد التأثير المزدوج اللي هو التأثير الإيجابي اللي هو الناشئ من الوفر الضريج والتأثير السلبي اللي هو الناشئ من احتمال الإفلاس هنا عندي شركة ممكن يتم تمويلها بعدة مصادر تمويل عندي هنا أربع بدائل تمويلها البديل الأولاني اللي هو الملكية 100% يعني ملكية 100% يعني مستوى الديون بتسوي سفر يبقى في الحالة دي أن قيمة المشروع هي نفسها قيمة الأسفر أما المستوى التاني فأنا هاخد ديون 5.000 أنا عندي قيمة المشروع 35.000 هاقترد 5.000 والمبلغ المتبقي هو قيمة الأسفر وإن كانت في الحقيقة مش كده الحقيقة أنا يقدر نقول أن مبلغ الاستثمار المطلوب 35.000 عندي منه 30.000 من الأموال المملوكة المتبقى هو 5.000 يمكن الحصول عليها عن طريق قرد نفس الكلام في المستوى الأخير على سبيل المساكل أنا قيمة الاستثمار المطلوب 35.000 موجودة عندي منهم 20.000 أموال مملوكة إذن أنا الباقي هو 15.000 يمكن الحصول عليها عن طريق القرود هنا بيديني معلومات عن احتمال الإفلاس بيقول لي كل ما الشركة تزود من القرود كل محتمال الإفلاس هيزين وده شيء طبعا منطقي بيقول لي بعد كده الشركة لو عايزة تأمن على القرود هتدفع قصد تأمين قدره 500 جنيه كل سنة بعد كده بيقول لي لو الشركة خدت قرد وهنفترض هنا جدلا أن سعر الفايدة سابقا هو الأصل أن مع زيادة مستوى القرود اللي بيحصل سعر الفايدة زي ما قلنا قبل كده معدل عادو المطلوب من البنك أو سعر الفايدة من البنك المفترض يزيد ولكن للتبسيط فقط افترضنا أن كل ما يزيد مستوى القرود سعر الفايدة عندي سابق والمنشأة بتدفع ضريبة 20 في المن المطلوب مني تحديد هيكل التمويل الأمثل كلمة هيكل التمويل الأمثل هو الهيكل اللي بيخلي قيمة المنشأة عند حدها إلى أقصى ما تنساش أن فيه تأثيرين للإقتراض تأثير إيجابي بيتمثل في الوفر الضريبي وتأثير سلبي بيتمثل فيه تكاليف المحنة المالية أنا هنا هحل على ثلاث خطوات الخطوة الأولى هجيب الميزة المرتبطة بالقرود الخطوة التانية هجيب العيب المرتبط بالقرود بعد كده الخطوة التالتة والأخيرة هجمع المزايا مع العيوب وشوف اللي هو أكبر تأثير للإقتراض على قيمة المنشأة الخطوة الأولى هجيب القيمة الحالية الوفر الضريبي للفوائد القيمة الحالية الوفر الضريبي للفوائد اختصارا أنا بات فأنا بدرب الفايدة في الضريبة وأسم على سعر الفايدة بدرب الفايدة في الضريبة وأسم على سعر الفايدة أو ممكن اختصار هذه المعادلة عن طريق أننا بدرب مبلغ القرد في الضريبة مبلغ القرد في الضريبة يعني لو عوضنا بمدفوعات الفايدة اللي هي سعر الفايدة بدربه في القرد ماشي كده يبقى في الحالة دي ممكن التوصل إلى القيمة الحالية الوفر الضريبي إن أنا بضرب مبلغ القرد في معدل الضريب ده يديني القيمة الحالية للوفر الضريب المستوى الأول أنا ما عنديش به فإذا ما فيش وفر ضريبي الوفر الضريبي يساوي ساوي المستوى الثاني أنا عندي قرد خمس تلاف بضربه في عشرين في المية هيديني ألف الألف جنيدية عبارة عن الوفر الضريبي للفوائد وهكذا حتى المستوى الرهر الخطوة الثانية احنا جيبنا في الخطوة الأولى النيزة بتاعة الاقتراض الخطوة دي هنجيب عيب الاقتراض عيب الاقتراض عبارة عن إيه اللي هو المحنة المالية أو لاحتمال الإفلاس فاحتمال الإفلاس ده أو المحنة المالية ممكن أجيب القيمة الحالية لتكاليف المحنة المالية أو لتكاليفة الإفلاس اختصارا باستخدام هذه المعادلة اللي هي قصة التأمين بضربه في احتمال الإفلاس بضربه في مكمل نسبة الضريب يعني است التأمين ده لازم أجيب است التأمين ده بعد نشيل منه الوافر الضريب إذن أنا ممكن أستخدم هذه المعادلة في المستوى الأول على سبيل المثال أنا عندي است التأمين 500 جنيه وافترضنا أن است التأمين سابق عندي احتمال الإفلاس أنه هو 2 من 100 2 من 100 بعد كده هو عندي ضريبة 20% يبقى مكمل الضريبة 80% يبقى أنا بضرب است التأمين اللي هو 500 في احتمال الإفلاس 2 من 100 في مكمل نسبة ضريبة 80 من 100 وعلشان أجيب القيمة الحالية لتكاليف الإفلاس هقسمها على سعر الفايدة اللي هو 5% هيديني 160 جنيه وهكذا مع المستوى من الثالث حتى المستوى الرهد الخطوة الثالثة والأخيرة هي الربط بين مزايا الاقتراض من ناحية وعيوب الاقتراض من ناحية الثالثة علشان نشوف أفضل قيمة للمنشأة في ظل الوث الضريبي للفايد وفي ظل تكاليف الإفلاس فقيمة المنشأة هي عبارة عن قيمة منشأة غير مقتردة الميزة بتاعة الاقتراض اللي هي القيمة الحالية الوفر الضريبي عبارة عن 3000 والعيب بتاع الاقتراض اللي هو القيمة الحالية لتكاليف الإفلاس 1000 إذن قيمة المنشأة في النهاية هتكون عبارة عن 36000 تعالوا نبص مع بعضينا نتأمل حاجة مهمة أن المنشأة قيمتها بدون قروض 35000 لكن لو خذنا قروض في حاجتين أو الحاجة في ميزة هجيب لي 33000 وفيه عيب هيحملني 2000 يبقى الفرق ده عبارة عن 1000 1000 هضيفه على 35000 هيديني 36000 وخلي بالكم اللي هيتمتع به 1000 دول الزيادة اللي هو الفرق بين 3000 وال2000 اللي هو أصحاب المنشأة تعالوا نبص قبل ما ننتقل إلى الشريحة الأخيرة وإن كنا مش محتاجين شرحها ممكن نشرح الشريحة الأخيرة من هنا المستوى الأول قيمة المنشأة 34000 وجزء تاني قيمة المنشأة في حالة المستوى التاني في حالة الاقتراض 35600 المستوى التالت 36200 لاحظ أن كل ما أخذ قروض كل ما قيمة المنشأة بتزيد لكن لما وصلنا المستوى الرابع قيمة المنشأة وصلت ل36000 يبقى إذا قيمة المنشأة تصل إلى القمة عند المستوى التالت لديون المستوى التالت لديون هللاحظ أن قيمة الشركة 35000 بدون ديون الميزة بتاعة الديون عبارة عن 2000 اللي هي القيمة الحالية الوفر ضريب الفوائد أما العيب بتاع الاقتراض اللي هي عبارة عن القيمة الحالية تكلف الأفلاس 800 الفرق بين 2800 1200 1200 أضيفهم على 35000 هيدين قيمة المنشأة ونخلي بأن 1200 دول هم دول المزايا أو صافي المزايا للاقتراض اللي هيتمتع بيها مين اللي هيتمتع بيها أصحاب المنشأة يبقى هيكل التمويل الأمثل يتحقق عند المستوى التالي عند المستوى التالي توصلنا من الشريحة السابقة أن قيمة المنشأة تصل إلى القمة تصل إلى أقصى قيمة عند المستوى التالي لديون بعد المنشأة ما تصل المنشأة إلى القمة لو رحنا للمستوى الرابع هتلاقي أن قيمة المنشأة بدأت في الانخفاف ليه لأن الميزة اللي ههصل عليها من الاختراض وهي الوفر الضريبي هتكون أقل من العيب بتاع الاختراض اللي هو تكاليف الإفلاس يعني إذن الزيادة اللي حصلت فيه تكاليف الإفلاس هتكون أكبر من الوفر اللي اللي هيحصل في الوفر الضريبي ومن هنا نقدر نقرر أن هيكل التنميل الأمثل هو المستوى التالت عند المستوى التالت للديون قيمة المنشأة تصل إلى 36 22 جنيه هي عليها 10 000 جنيه ديون إذن هتقدر تسد الديون اللي هي 10 هيتبقى لأصحاب الأسهم 26 22 أصحاب الأسهم دفعوا في قيمة الأسهم 25 أم إذن هناك زيادة في صروة المساهم صروة أصحاب الأسهم بمبلغ 1200 جنيه هي دي التأثير 1200 جنيه دي هي دي التأثير الصافي للإقتراض على قيمة المنشأة هي دي الفر أو أقصى فر ما بين الميزة النشئة من الإقتراض اللي هو القيمة الحالية الوفر الضريبي واللعيب الناشئ من الإقتراض اللي هي القيمة الحالية لتكلفة اللي فلس أشكر حضراتكم وننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في المدينة ترجمة نانسي قنقر